موسيقى رغم ضغوط مدريد الكتالونيون يساعدون لتحدي مدريد في التصويت على الاستقلال برلمان كردستان العراق يرفض جميع قرارات البرلمان العراقي بعد الاستفتاء الولايات المتحدة تتواصل بشكل مباشر مع كوريا الشمالية وبيونج يانج لا ترد موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم بدأ الكتالونيون بتجمع امام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح البكر لتصويت في استفتاء حول الاستقلال عن اسبانيا ويجري الاستفتاء في تحدي لمحاولات الحكومة الاسبانية منع الناخبين من الادلاء باصواتهم وليس من الواضح فيما اذا كان سيسمح بفتح مراكز الاقتراع بظل نشر السلطات الاسبانية الاف العناصر الامنية لمنع المضي قدما بالاستفتاء يثير الاستفتاء الذي ينوي اقليم كتالونيا اجراءه الاحد خلافات كبيرة اذ يضع المسؤولين الكتالونيين في مواجهة الحكومة المركزية في واحدة من اكبر الازمات التي تشهدها اسبانيا كيف سيؤثر الانفصال اذا ما حدث على اقتصاد البلاد التفاصيل نتابعها في التقرير التالي مع بدء العد التنزلي للاستفتاء الذي دعت اليه حكومة كتالونيا لانفصال عن اسبانيا ما في شيء بس احدة من الترقب تسود الشارع الاسباني فالقاد الانفصاليون في الاقليم مصممون على اجراء الاستفتاء في تاريخه المحدد بالرغم من مضعفة مدريد لعمليات الدهم وتهديدها بفرض عقوبات على الاقليم رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق اسبانيا قال سنذهب حتى النهاية مشيرا الى انه يتحمل مع حكومتي كل مسؤولية تنظيم التصويت انفصال بات يثير الرعب لدى حكومة مدريد خوفا من تدهور الحياة الاقتصادية في اسبانيا وهو ما حذر منه بنك البلاد المركزي لافتا الى ان التوترات السياسية التي تحيط بالاستفتاء المنتظر يمكن ان تضر بالنشاط الاقتصادي وتؤثر على الثقة وقرارات الانفاق والاحوال المالية سيما بعد توقعاته بنمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.1% خلال العام الحالي ثم بمعدل 2.5% خلال العام المقبل و2.2% في العام التالي وهي نفس توقعاته في تقرير حزيران يونيو الماضي بينما اكبر محرك نساسي لاقتصاد الاقليم هو نادي برشلونة وفي حال حصل الاستفتاء وتم اقرار انفصال الاقليم وفي حال عوامل التنمية في المقاطعة باسرها ستفتقد في البلاد تقرير صادر عن شركة ديلويد احدى اشهر مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية في العالم اوضح ان فريق برشلونة كان وراء تدفق ارادات مالية على المدينة بـ 910 ملايين دولار او ما يعادل 1.2% من الناتج الاجمالي المحلي ويوفر نادي نحو 15 الف وظيفة مباشرة من دون اعتبار الوظائف غير المباشرة كما انه ينعش الخزينة العامة للمدينة الكتالونية بمبلغ 243 مليون دولار الاقليم يشكل ثقلا اقتصاديا في البلاد باحتوائه ايضا على اكبر شركات الاسبانية المصدرة مثل السيارات والاجهزة الالكترونية ويبلغ الناتج المحلي للاقليم نحو 210 ملايين يورو وهو من شأنه ان يشكل خسارة لاسبانيا بنحو 19% من اجمالي ناتجها المحلي فيما لو انفصل الاقليم عنها اسبانيا ستخسر ايضا حوالي 26% من صادراتها التي يتم تصنيعها من خلال مواد مصنعة في اقليم كتالونيا بالاضافة الى تحكم الاقليم في 70% من حركة النقل والمواصلات الخاصة بالتجارة الخارجية لاسبانيا في العراق رفض برلمان اقليم كردستان العراق بالاجماع جميع قرارات البرلمان العراقي في بغداد بخصوص الاستفتاء الذي اجره الاقليم مؤخرا على الانفصال واعتبر برلمان الاقليم في جلسة استغرقت نحو 9 ساعات متواصلة قرارات بغداد على خلفية الاستفتاء عقابا جماعيا بحق الاكراد مضيفا ان الاستفتاء حق مكفول في الدستور العراقي فيما قال سعد لحديتي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي ان المدخل الوحيد للحوار مع اقليم كردستان هو الاقرار بوحدة البلاد موضحا ان الحكومة العراقية لا تريد ان تصل الى مجرد التفكير في الحل العسكري لازمة الاستفتاء واضف الاحديتي خلال تصريحات له ان الحكومة طلبت اقليم كردستان مرارا بتطبيق الدستور من دون جدوى مشيرا الى انه قريبا سيتم استكمال الاجراءات اللازمة للتعامل مع ازمة الاستفتاء قال التلفزيون الايراني ان القوات الايرانية والعراقية ستجري تدريبات عسكرية مشتركة قرب الحدود في اطار جهود طهران لدعم بغداد عقب استفتاء اقليم كردستان العراق على الاستقلال وقال متحدث عسكري ان قرار اجراء المناورات يتضمن الاتفاق على اجراءات لتعزيز امن الحدود واستقبال القوات العراقية التي ستتمركز في المواقع الحدودية حررت القوات العراقية اكثر من 25 قرية في الحويجة على يد القوات الامنية المشتركة بحسب ما اعلنه الاعلام الحربي العراقي وقال قائد عملية تحرير الحويجة الفريق الركن عبدالامير رشيد يارلا في بيان ان قطعات الشرطة الاتحادية والقوات العراقية المشتركة حررت اكثر من 25 قرية في الحويجة وتواصل القوات الامنية تقدمها لتحرير ما تبقى من الحويجة وسط انكسار تنظيم داعش الارهابي وتكبيده خسائر بالارواح والمعدات الى سوريا اذ قصف النظام السوري محافظتي ادلب وحمى وخلف عشرات القتل والجرحة في وجوب هو الاعنف منذ اشهر واعلنت منظمة اطباء بلا حدود في وقت سابق ان المشافي في محافظتي ادلب وحمى اغلقت ابوابها تخوفا من القصف في حين دخلت الحملة العسكرية لقوات النظام السوري وسلاح الجو الروسي يومها الثاني عشر على المحافظة تطورات التصعيد الاخير في سياق التقرير التالي لم يخرج عن الورق كغيره من الاتفاقيات والعهود والمواثيق حتى بعد مضي اربعة اشهر على توقيع اتفاقية وقف التصعيد الموقعة في اسيتانا ها هي نيران طائرات النظام السوري والروسي تدك بيوت المدنيين الامنين في ريف ادلب وحمى في تصعيد غير مسبوق على دلغارات تجاوز المئة تاركا خلفه عشرات القتلى والمفقودين تحت الانقاض في اكثر من اثنين واربعين بلدة وقرية في الارياف الشمالية لهذه المحافظة ووثق تقرير للشبكة السورية لحقوق الانسان اكثر من سبعمائة غارة على محافظة ادلب كما وثق سقوط ثلاثة عشر برميلا متفجرا القاها النظام السوري المروحي في غضون ثمانية ايام فقط واستهدفت الغارات مشاف ومراكز للدفاع المدني ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية اكثر من مرة ما يعني ان القصف جاء متعمدا لإلحاق اكبر ضرر بالبنية التحدية كما استهدفت طيران الحربي قرية ارميناز في هجوم هو الاوسع بعد هجوم خان شيخون الاخير يرقال يوصف بمجزرة الى ذلك نزح اكثر من ثمانين في المئة من اهالي مدينة جسر الشغور غرب مدينة ادلب جمالي سوريا خلال الحملة العسكرية للنظام وروسيا على المحافظة يذكر ان القصف استهدف المشافي والمدارس والابنية السكنية والمحال التجارية واعلنت المدينة منكوبة قبل ثلاثة ايام كما تعرضت مدينة خان شيخون جنوب ادلب لقصف شديد ادى لخروج شبكة الكهرباء والصرف الصحي ما ادى لتدميرها بالكامل وخروجها عن الخدمة واعلنت منظمة اطباء بلا حدود في وقت سابق ان المشافي في محافظتي ادلب وحماه اغلقت ابوابها تخوفا من القصف في حين دخلت الحملة العسكرية لقوات النظام السوري وسلاح الجو الروسي يومها الثاني عشر على المحافظة سيطرت قوات سوريا ديمقراطية على حقل الجفر النفطي شمال شرق مدينة دير الزور عقب فراري مسلحي تنظيم داعش من الحقل واستهدفت طائرات التحالف الدولي مواقع يتحصن بها مسلح داعش قرب الحقل قبل عملية تقدم لقوات برية من ميليشيات سوريا ديمقراطية مدعومة بقوات برية امريكية فاصل قصير ونواصل نشرتنا ابقو مانا اهلا بكم من جديد في تطورات تداعيات برنامج كوريا الشمالية الباليستي اعلنت واشنطن انه لا توجد اي مؤشرات على اهتمام كوريا الشمالية بفتح باب للحوار وكان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسن قال في وقت سابق ان الولايات المتحدة تملك قنوات اتصال مع كوريا الشمالية لمعرفة مدى استعداد النظام لعقد حوار حول التخلي عن برنامج اسلحته النووية والتقى تيلرسن كبار المسؤولين الصينيين في بكين لبحث الجهود لوقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتحضير لزيارة رئيس دونالد ترامب في نوفمبر 22 المقبل قالت وزارة الخارجية الروسية ان موسكو مستعدة للعمل مع بيونج يانج لمحاولة ايجاد حل سلمي لازمة كوريا الشمالية الصاروخية واكد الجانب الروسي استعداده للتعاون من اجل ايجاد سبل لحل مشكلات المنطقة بالوسائل السلمية والسياسية والديبلوماسية قالت هيئة الاذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية انه تم رصد نقل عدة صواريخ كوريا الشمالية من منشأة للصواريخ في العاصمة بيونج يانج ولم يحدد التقرير موعد نقل الصواريخ او المكان الذي نقلت اليه قتلا عشرون مسلحا على الاقل من بينهم متمردون باكستانيون واخرون من تنظيم داعش في قصف جوي وعمليات عسكرية باقليب نانجرهار شرق افغانستان ونفذت القوات الامريكية قصفا جويا في منطقة نازيان مما اسفر عن قتل خمسة عشر مسلحا من داعش لا يكاد يخلو بيت في افغانستان لم يعاني ساكنوه من ارهاب جماعة طالبان الافغانية سواء من عمليات قتل او ضرب او نهب او ما شابه ذلك من هؤلاء قصة ضابط افغاني سابق في الجيش خسر ساقه بعد انفجار لغم زرعته جماعة طالبان على اثرها احل الضابط الى التقاعد وبات يعاني ظروفا اقتصادية صعبة قصته نتابعها في سياق التقرير التالي معارك كثيرة قاتل فيها هذا الضابط السابق في الجيش الافغاني ضد جماعة طالبان في مقاطعة هلمند الوقعة جنوب البلاد والمحاذية للحدود الباكستانية لكنه في احدى المعارك التي خاضها وقعت قدمه على لغم ارضي زرعته جماعة طالبان ومع انفجار اللغم وطرت ساقه اليمنى ومنذ ذلك الوقت وهو يلازم هذا الكرسي المتحرك كنا نخوض معركة ضد طالبان بمقاطعة هلمند بالتحديد من منطقة سانجين وبلدة شيلة كنت برفقة اربعة من زملائي في الجيش حين احاط بين الاعداء من كل الاتجاهات ذات مرة شعرت بهزة ارضية كبيرة وشاهدت زملائي يسقطون على الارض واحدا تلو الاخر وعلمت انهم اصيبوا بسبب انفجار لغم ارضي الحمد لله في المرة الاولى نجوت وبدأت اساعد زملائي الذين اصيبوا اصابات بالغة كنت اتحرك يمينا ويسارا لمساعدة رفاقي بطلب من قائد الفرقة الى ان توقفت على قنبلة مزروعة على الارض شعرت ببرود في رجل اليسرى نظرت الى الاسفل وعلمت انني متوقف على قنبلة الاصابة لم تكن المعنى الوحيدة لمهر اللاصافي فبعد ان بترت ساقه احيل الى التقاعد ومنذ ذلك الوقت لم يتلقى يراتب شهري وواجه ظروف اقتصادية صعبة رغم انني اشعر ان الحكومة لا تعطيني اهتماما كافيا الا ان هذا لا يمنعني من ان ابقى سندا لبلدي او ان اشارك في خدمة ابناء الوطن سابقى ادافع عن افغانستان بكل شجاعة وصبر وساموت لاجلها ولا اخاف من الموت ولن اترك الارهابيين يعبثون باراضينا يعمل مهر اللاصافي بجد واجتهاد من اجل مساعدة ابنته الكبرى على دفع تكاليف المدرسة حتى تكمل تعليمها ويكون لها مستقبل افضل عندما رأيت عمي يحمل ابي وهو جريح لم اكن اصدق وطبعا لم اسمع هذا الخبر من قبل لكن عندما ايقنت ذلك استمريت بالبكاء طوال الليل انا سعيدة جدا لان والدي ما زال على قيد الحياة ونحن سعداء اكثر بانه ما زال يحاول مساعدتنا في الذهاب الى المدرسة ابي هو بطلي مهر اللاصافي بطل بأعين ابنته وهو بطل بالنسبة لكل الافغان الرافضين لكل اشكال العنف والارهاب في بلادهم سواء اكان الطالبان ام القاعدة ام داعش توقف كثير من المراقبين عند توقيت ومفاد الرسالة الصوتية لزعيم داعش ابو بكر البغداد الاخيرة ماذا اظهرت هذه الرسالة وما هي اهميتها اليكم تحليلنا في الوقاع هي الرسالة الاولى للبغداد بعد اقل من عام على غيابه نشرت في وقت يتعرض فيه التنظيم لخسائر كبيرة في العتاد والعديد والموارد وفي وقت يستنزف فيه في اكثر من منطقة البغداد دعى انصاره الى النصر والثبات وتحدث عن الهزائم التي مني بها داعش مشيرا الى الدماء التي سفكت في الموصل والسرت والرقة والرماد وحما وكأنه يعترف بهزيمته في الموصل والرقة وفي اماكن اخرى البغدادي ظهر بمظهر المحلل اكثر منه الزعيم وعلى ما يبدو لم يرى افقا للنصر والاهم من ذلك صحيح ان هذه الرسالة بمضمونها تشير الى ان البغداد على قيد الحياة حتى الماضي القريب لكن لا اثبات ولا براهين على بقائه على قيد الحياة في اليوم الذي نشر فيه التسجيل وفي قراءة تحليلية يمكن القول انه بطبيعة الحال رسالة البغدادي موجهة اولا واخيرا الى مقاتليه وانصاره والمتعاطفين معه فهو يحاول مرة اخرى من خلال نشر رسالة غامضة التلاعب بمشاعر مؤيديه هو يسعى بطبيعة الحال الى الحفاظ على الات حربه معولا على فئة سهل تضليلها وجاهزة للموت من اجله لكنه في الوقت نفسه لا يدرك ان بعض المتشددين قد يرون في رسالته ضعفا وجبنا قد يدفعهم الى الانسحاب وانقاذ حياتهم قبل فوات الاوان اعلن البيت الابيض انه امر باضافة ايران وفنزولا واربع دول افريقية لقائمة امريكية للدول المتهمة بتقاعص عن وقف الاتجار بالبشر في خطوة ستزيد عزلة هذه الدول عن الولايات المتحدة قال البيت الابيض انه سيزيد ايضا القيود على كوريا الشمالية واريتيريا وروسيا وسوريا المدرجة بالفعل في هذه القائمة من خلال الحد من مشاركتها في برامج التبادل التعليمي او الثقافي مع الولايات المتحدة تجمع اكثر من الفي شخص من اقلية الروهينجا المسلمة على ساحل ميان مار هذا الاسبوع بعدما غادروا قوراهم في ولاية راخين الغربية سيرا متجهين الى بنجلادش وسبق انفر اكثر من نصف مليون شخص من مسلمين روهينجا في شهر واحد غربا من عمليات عسكرية ينفذها الجيش واعمال عنف اهلية عدتها الامم المتحدة بمثابة تصهير عرقي فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل التوقف عن العلاج بالاسبيرين قد يزيد خطر الاصابة بازمة قلبية او جلطة دماغية اهلا بكم من جديد والان الى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الامارات اليوم التي عنونات اوبرا يشغل محتويات الوقع الافتراضي مباشرة افدت شركة اوبرا ان متصفحها الذي يحمل اسم الشركة نفسه سيتمكن مستقبلا من تشغيل محتويات الوقع الافتراضي من الانترنت على نظرة في ار مباشرة وان المتصفح سيتعرف تلقائيا ان كانت نظرة الوقع الافتراضي موصولة بالحاسوب ام لا صحيفة الرأي الكويتية عنوانت قريبا الاجهزة الالكترونية بلا منفذ يو اس بي ذكر موقع بيزنس انسايدر ان شركة انتل الامريكية تتجه الى تعويض منفذ يو اس بي الحالي باخر من نوع سي اقل حجما وان التغيير المرتقب سيتيح سرعة اعلى في نقل البيانات بين الاجهزة الالكترونية واليو اس بي الى صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت خبر مفاجئ اول حالة انفجار لهاتف ايفون ايت بلس في خبر مفاجئ وغير سار فد موقع جيزمو تشاين الصيني عن انفجار هاتف ابل الجديد ايفون ايت بلس اثناء عملية الشحن وقالت وسائل الاعلام التايوانية ان سيدة من مدينة تايت شونغ اشترت النسخة الذهبية لايفون ايت بلس وكان الهاتف يعمل بشكل جيد حتى بعد ظهر الثلاثاء عندما انفجر بينما كانت تشحنه والى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت ابل تستعد لانتاج رقائق خاصة باجهزة لابتوب ماك القادمة كشف تقرير حديث ان شركة ابل تفكر في اطلاق اجهزة لابتوب جديدة تحمل الرقائق الخاصة بها بدلا من الشرائح التي تنتجها شركة انتل فهواتف ايفون الحديثة التي اطلقتها الشركة تعمل من خلال شرائح ابل التي تستند الى مجموعة ارم انستركشن ولكن اجهزة لابتوب ماك المتاحة حاليا في الاسواق تستخدم رقائق من انتل المياه المعدنية الدافئة تعد احدهم مقاصة زوار مدينة كوتاهيا الوقع غرب تركيا التتميز وادي المدينة بكثرة زوارها بغرض السياحة العلاجية نتعرف اكثر على هذه السياحة مع مراسلنا عماد كاركس غير ان جمال الطبيعة يسحرك عند اطلالتك على مدينة كوتاهيا الواقعة غربية تركيا الا ان شهرتها في صناعة الخزف والفخار والسيراميك حاليا يعد هوية المدينة التاريخية المعروفة بهذه الصناعة لكن وجهة اخرى في هذه المدينة تعد من اهم مقاصد السياح الاجانب والاتراك من باقي الولايات وهي المياه المعدنية الدافئة التي تعد علاجا لامراض عدة للكبار والصغار المياه تبلغ حرارتها 29 درجة تأتي من الينابيع مباشرة الى هذه البركة ولا نضيف عليها اي مادة هذه المياه تساعد في شفاء كثير من الامراض الجلدية وامراض العظام وغيرها من التي لا اعرفها اتيت من مدينة اسكي شهر لقضاء عطلة نهاية الاسبوع لان المياه هنا مفيدة جدا لامراض الجلد في اسكي شهر لدينا العديد من براك السباحة لكن الفائدة هنا اكبر مع هذه الشمس والمياه المعدنية تحتوي هذه المياه التي تتراوح درجات حرارتها بين كل نبعة واخرى على الكالسيوم والصوديوم والكبريتات والبيكربونات التي تساعد في شفاء امراض الروماتيزم والشلل في حالاته الخفيفة بالاضافة لكافة الامراض الجلدية كما يؤكد مختصون في جامعة كوتاهيا التي تحتوي على مشفى متخصص بالعلاج الطبيعي هذه المياه غنية بعشرات المواد المعدنية منها ما يخرج من عمق 600 متر تحت الأرض يقصدها الناس لتجربة فوائدها كون لديها العديد من الخصائص ونحن نحاول تسخيرها لأجل صحة الإنسان شمس بحرارة مقبولة على إجساد المصطفين ومياه العافية هذه تجعل من زيارة كوتاهيا الهادئة فرصة لهؤلاء لقضاء عطلة بعد سخب من أسبوع عمل وضجيج المدن المكتظة السباحة في المياه الدافئة ليس مصطلحا سياسيا هنا بقدر ما يقصد له للسياحة العلاجية التي تؤمنها شمس ومياه مدينة كوتاهيا عماد جرقس لأخبار الآن من مدينة كوتاهيا تركيا أشارت دراسة سويدية إلى أن التوقف عن تعاطي جرعة منخفضة من الإسبرين كعلاج دون سبب يزيد من احتمال الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية بنسبة 40% وعادة ما يصف الأطباء للمرضى تعاطي جرعة صغيرة من الإسبرين بعد الإصابة بأزمة قلبية ولكن معدي الدراسة يشيرون إلى أن واحدا تقريبا من بين كل ستة مرضى يتوقفون عن تعاطي الإسبرين في غضون ثلاث سنوات أظهرت دراسة حديثة ارتفاع الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن في الولايات المتحدة بنحو 30% مقارنة بالمعدلات التي سجلت في عام 1980 وبينت الدراسة أن الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي المزمنة ارتفعت بشكل عام بنسبة 29.7% في الفترة من عام 1980 إلى عام 2014 سادت حالة من الحيرة والترقب بين مشجعي كرة القدم بشكل عام وجماهير نادي برشلون بشكل خاص بسبب الاستفتاء الذي تجريه الحكومة الإقليمية في كتالونيا لإقرار انفصال الإقليم عن البلاد على المستوى الرياضي فإن احتمال انفصال الإقليم عن الدولة الإسبانية من الممكن أن يؤدي إلى عدم مشاركة الأندية المتواجدة في الإقليم مثل برشلونة وإسبانيول وجيرونة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم وفق ما أعلنه رئيس رابطة الدوري خافير تيباس عام 2015 التقرير التالي والتفاصيل مع انطلاق شرارة إجراء الاستفتاء على انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا تواترت القصص عن مصير الكرة الإسبانية في المستقبل ولسيما على مستوى الأندية وتركز الحوار حول برشلونة القطب الثاني في الليجة مع ريال مدريد فالحكايات والتأويلات تختلف بشأن كيف تدار الأمور داخل النادي الكتالوني وهل ستنتهي أسطورة كلاسيكو الأرض الذي عرفته الساحر المستديرة على مدار سنوات طوال وغيرها من التساؤلات التي تفتش عن إجابة بين ثاني القرار المنتظر بالانفصال وإن كانت الحكومة الإسبانية من جانبها أكدت أنها لن تعترف بهذا الاستفتاء طبقا للقانون وفي ظل هذه الأجواء المتضاربة وغيوم المشهد بدأ الخبراء والمحللون في وضع سيناريوهات منتظرة لما ستشهده المرحلة الجديدة في حال لو دخلت حيز التنفيذ فقد ألمحت بعض وسائل الإعلام إلى أن البرسة ربما يميل في حالة الموافقة على الانفصال إلى اللعب في دور الفرنسي أسوة بالتجربة موناكو الذي ينتمي للنفس الإمارة ولكنه يلعب في نفس المسابقة وحول موقف النادي من الاستفتاء المقرر اجرأه في الأول من اكتوبر المقبل أكد نادي برشلونة أنه لا يفكر في إمكانيات اللعب خارج دور الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في حال استقلال إقليم كاتالونيا المحتمل وقال المتحدث الرسمي لنادي برشلونة أن الفريق لا يفكر في مثل هذا السيناريو بل هدفه الفوز بلقاب الليغة الإسبانية والأمر ذاته ينطبق على دور الأبطال إذن ما هو مصير هذه الأندية؟ مبدئيا قانون الرياضة الإسباني لن يسمح لها بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإسباني إلا في حالة تعديله أدخلت إنسجرام عددا من الميزات الجديدة المصممة لمساعدة المستخدمين على الشعور بالأمان على الإنترنت وأقيل مؤخرا إن الشبكة الاجتماعية لها أثار ضر على الصحة النفسية لدى الشباب وفقا لتقرير صادر عن الجمعية الملكية للصحة العامة وحركة الصحة الشبابية الخيرية قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين رغم ضغوط مدريد الكاتلونيون يستعدون لتحدي مدريد في التصويت على الاستقلال برلمان كردستان العراق يرفض جميع قرارات البرلمان ببغداد بعد الاستفتاء الولايات المتحدة تتواصل بشكل مباشر مع كوريا الشمالية وبيونج يانج لا ترد وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع داته شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء